أم عمر السلام عليكم إزاي حضرتك يا دكتور أنا أمي عندها 62 سنة وعندها تليف الكبد بسبب المسكنات اللي كانت بتاخدها لخشونة الركبتين وعندها حصوات والتهاب في المرارة وعندها نسبة الصفرة عالية جدا ما بتنزلش دايما تكون بين 4 و 15 ونسبة سيولة عالية للأسف مش عارفين نعمل جراحة للمرارة بسبب السيولة وعندها كمان فتاء كبير قوي في بطنها ودايما عندها سخونية ومغل شديد ممكن 3 مرات في الأسبوع نفسي أريحة ومن الصفرة العالية طيب دي طبعا الحالة دي عايزة مستشفى هتكلم عليها بس برضو معا المستشفى محتاجة فاصل طبعا الحالة عايزة مستشفى صفرة عالية تلايف كبد أولا أدوية الروماتيزم اللي كان بتاخدها طفس دي الكلة لكن ما تتفش الكبد فالكبد لازم عايز نعرف السبب إيه هل فيروس C قديم هل فيروس B قديم بالهرسة قديمة سنة 62 سنة فممكن دي تكون لقد بالهرسة وطفلة لكن القضية في هذه الرسالة السفرة السفرة قضية خطيرة هاخد لها الفترة دي يعني عندي معاكو دلوقتي ربع ساعة عشان الفصل اللي جاي هاخدها في السفرة السفرة مادة كيموية جاية منين جاية من الخلايا الحمراء كرات الدم الحمراء كرات الدم الحمراء من الخلايا القليلة قوي 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 في الجسم اللي لها عمر عندنا 3-4 خلايا في الجسم لها عمر والباقي لا ده من يوم ما تولد ليوم التربة لحد منزل في الطربة خلايا المخ خلايا لا تتجدد خلايا القلب خلايا لا تتجدد عضلات كل خلايا الحمرة لها عمر عمر 4 شهور 120 يوم وتموت مين اللي بيعمل خلايا الحمرة نخاع العظم فنخاع العظم يخرجها تعيش 120 يوم وتموت خلاص 120 يوم على 30 يعني 14 من اللي قال لها عمرك انتهى قول سبحانك الله يا رب سبحان الله اول ما عمرك انتهي تموت طب ما هتموت يبقى لها زبالة لها زبالة ماتت لها بوائي هي الصفر بوائي الخلية الحمرة اللي ماتت هي الصفر يبقى بانتظام عندي صفر لانه عندي خلايا حمرة يوميا بتموت مين العضو اللي مسؤول عن اخراج الصفر لان الصفر مادة مش حلو متعودش في الدم اللي مسؤول عن اخراج الصفر الكبد الكبد هو اللي واخد امر من الله خرج الصفر خرجها ازاي هي خلية لما تشوف الصفر ماشية تروح لقطة يبقى الصفر وقفت على سطح الخلي خلية الكبد طبعا وبعدين هوب تروح دخل جوه احصل لها شوية تغيرات هوب تروح طالعة تلاقي نفسها فين في الامعاء ليه القنوات المرايخة ديتها لما نزلتها الامعاء يبقى عندي ثلاث خطوات عندي ثلاث خطوات لاخراج الصفر هي الصفره ما هي الصفره هي نتاج نهاية عمر الخلايا الحمراء الخلايا الحمراء عمرها خلص تموت تطلع صفره تروحها الكبد يلقطها دي الخطوة الاولى يدخلها جوه خلايا الكبد دي الخطوة التانية يعمل فيها شوية تغيرات ويطردها هتلاقي نفسها في القنوات المرارية الى المرارة الحصار المرارية الى الامعاء هذه الثلاث خطوات اي خطوة من دول تبوز تعالي الصفره في الدم انا عندي صفر طبيعي خلايا حمراء كسرت طبيعي راحت للكبد هيعمل لها الخطوة اللي هو ايه يلقطها تلزق على سطح الخلج ويمشي كده تعالي تمام ما عملش كده ما عملش كده هلاقي الصفره في الدم لانه ملاقطهاش وده مرض مشهور جدا اسمه مرض جيلبرت مرض جيلبرت يبقى العين عنده صفره بس كله سليم خلايا حمراء سليم كبد ما عملش يلقط الصفره ما هوش مرض فده سهل جدا جدا وتلاقي ازمات تيجي وتروح الصفره تقلط رجع تاني تقلط رجع تاني او احتمال اخر انا بكسر بجميه كرات حمراء في اليوم تاني انا بكسر بجميه كرات حمراء في اليوم هتطلع صفره بجميه هتروح الكبد يلقط ابو جميه صفره ويطلعه طب حصل تكسير شديد في الدم بدل ما كسر بجميه كسرت بعشرة جميه بقى عندي صفره عالية جدا بجميه كرات حمراء كسرت ادتنا بجميه صفر طب بعشرة جميه كرات حمراء كسرت واحد عنده تكسير هتديني بعشرة جميه صفر هتروح الكبد الكبد مقدرش عليه ابو جميه هاخد اربعة جميه ويسيبلك ست خلاص يبقى فيه صفره طلعت في الدم نتيجة حاجتين اما تكسير عالي في الدم واما كبد مش عارف يلقط مش عارف يلقط للصفر الاتنين دول مش مشكلة لان الكبد سليم حتى لو معارفش يلقط صفره وهو سليم ما فيهوش حاجة الخطوة التانية هي الصفره تخش جوا الكبد دخلتها جوا الكبد دي عايزة كبد سليم اذا اللي عنده تلايف كبد او فشل كبدي او جهاز مناعي بغوز الكبد او فيروس سيم بغوز الكبد او فيروس بيم اي اسباب من اسباب فساد الكبد لما الصفره تيجي على سطح الخلية وتخش ما يعرفش يخرج ما يعرفش يوم ايه يسبها في الدم ده كبد تعبان كبد كسلان تعبان يبقى عندنا الخطوة الاولى سهلة القط يا جدعا الخطوة التانية خشي جوا الكبد مش عارف يبقى كبد في الزد الخطوة التالتة سهلة جدا 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 لقطت الصفره دخلت الصفره جوا الخلية عملت لها التغيرات خرقتها برا عشان تخرج في القنوات المريه الى الامعاء سديت سديت جبت حصوة وقفلت القنوات المريه الصفره اللي طلعت ترجع تاني في الدم مش هي نزلت خدتها ككبد ودخلت جوا الخلية وخرجت لقت السكة مزدودة راح ترجع تاني عليها في الدم يبقى وجود صفره في الدم تلت احتمالات لا رابع لا تلت احتمالات لا رابع لا اما كبد مش عارف يرقط اسهله واما كبد تعبان مش عارف يتعامل مع الصفر وحش واما انسداد مراري الولدة بتاع اللي بقى نورس نورا 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 اللي بعت الرسالة بتقول ان لا استنى انا متأسف لا ام عمر متأسف ام عمر هي صاحبة الرسالة بتقول الصفر عالية طب هي اني نوع يا ام عمر هي اني نوع لازم نعرف هل هي كبد معرفش القطة ولا معرفش اتعامل معها ولا خرجت ودخلت تاني اني نوع كده الرسالة مش واضحة تقول لي لا دي مقفولة اقولك جراحة تقول لي لا ده كبد تعبان اقولك زراعة كبد اقولك زراعة كبد تعبان تقول لي لا ده مش عارف يرقط اقولك ولا همك فالرسالة بتقول الصفر عالية طب هي اي نوع من النوع الصفر هل هي عدم القدرة على لقطة الصفر من الدم هل هو كبد تعبان ولا ده انسداد مراري اتسدت ورجعت انسداد مراري عايز جراح عايز جراح مهما كان السبب لازم نسلك كبد تعبان مش قادر يتعاون على الصفر يبقى فشل كبدي غالبا يبقى عايز زراعة كبد الاحتمال الاول اللي هي كرات دم حمره بتتكسر كتير ده بيتعالج بسهولة شديدة جدا 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 فالرسالة دي رسالة مهمة جدا جدا بس ركزي معايا هتروحي لأحد اساتيزة الكبد هو حيقولك نوع الصفر دي ايه هو حيقول وحيقولك التصرف ازاي لكن لو قالك نحتاجين متطوع عشان الست دي تاخد فص من كبد متطوع اوعيت 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 ليه لان ساعاتي بقى هي الحل الوحيد ساعاتي بقى هو الحل الوحيد لهذه الحالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر